خلينا نروح لكريم بن زيمة تحديداً لطوج طبعاً هو مهاجم ريال مادريد بجائزتين جائزة الأولى هدف دوري أبطال أوروبا 2021 و22 وأجمل هدف البطولة هو تصدر قائمة هدفي دوري الأبطال ب15 هدف متفوقاً طبعاً على روبرت ليفاندفسكي مهاجم بارن ميونيخ والليليت 13 هدف وسيباستين هيلر المهاجم طبعاً آيكس أمستردام اللليليت تحديداً بلغة الأرقام بنتكلم 11 هدف لجانب طبعاً تفوقه برضو على محمد صلاح صاحب الثمن أهداف ورياض محرز لعب منشاستر سيتي اللليلي سبع أهداف في السياق بقى خلينا نقول برضو متصل يعني فاز بن زيمة بجائزة هدف الموسم بدوري الأبطال اللي أكد الموقع الرسمي فيه لدوري أبطال أوروبا أن هدف بن زيمة الأول ضد تشلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اللي كان عالم كله بيتابعه حصل على جائزة الأفضل في البطولة ونجح بالتالي بن زيمة في الحصول على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا بالمناسبة برضو خلينا نقول لحضراتكم احنا تكلمنا قبل كده عن دور بن زيمة المهم في ريال مادريد يعني قادوا للتتويج زي ما بتقال بدوري أبطال أوروبا نتكلم برضو هنا بلغة الأرقام للمرة الـ 14 في تاريخه فأرقام محترمة تعتبر الروحة كريم بن زيمة لاعب تقيل يعني برضو إحنا هنتكلم أو نقيم لا لاعب تقيل جدا ومؤخرا كمان نلمع بشكل كبير جدا يعني يستهلها برضو طبعا